إنت، تحلق شنبك؟ إنت تحليق شنبك؟ لما تجي ف cr 128 صورة الممثلين للو الله، بطل وتحرياتكم، معني دايري، كذا جات بالصدفة يلا والبالجميع معكم الوجيه كم حالكم إن شاء الله طيبين إستقمالين لسلفلة القصص الممثلين، و الأمثلات، وبناء على تصويتكم في تويتر راح نتكلم عن الممثلة صاحبةِ العيون الأكثر جمالاً طبعًا لقب. هو، مو أنا، ما الأمي صلاح أنا لقب حصلت عليها في عام 2015 وصاحبة لقب الممثل الأكثر أناقة برضو حصلت عليها في سنة من السنوات والقاب ثانية صراحة ما ودي أقولها بس يعني عندها القاب كثيرة فراح نتكلم اليوم عن مارغو إيز روبي أو مثل ما عرفناها مارغو روبي وقبل نتكلم عنها أحب أذكركم بحسابي على تويتر لو حابين نشاركوا في التصويت القادم وحابين نطقطقوا معايا كذا على نتفليكس ونسولف ونمسي ونصبح على بعض تعالوا هناك حساباتي كلها في الوصف لايك واشتراك لو منتم مشترك وفعل جرس التنبيهات يا وحش وليتس قيت ستارتت مارغو إيليز روبي مش مارغوت ولا مارغوت ولا مارغريتا مارغو وأهلها ينادوها مغوت فأني عارف ليش بس اسم دلع يعني زي عبد الرحمن دحومي جود جوجو زي كده وهي ممثلة ومنتجة سينمائية أسترالية من أصول اسكتلندية ولدت في العام 1990 وبالتحديد في شهر يوليو بمعنى أن عمرها إلى تاريخ هذا الفيديو 30 سنة أكبر مني بسنة ولدت مارغو وترعرعت في بلدة صغيرة اسمها دالبي في أستراليا وعندها ثلاثة أخوان اثنين أولاد لاكلن وكاميرون وأختها الكبيرة آنيا والدها سيوري كيسلر أخصائي علاج طبيعي من أصول اسكتلندية وأمها داقرو بمزارعة وصاحبة مزرعة من أصول اسكتلندية برضو مارغو وأخوانها عاشوا وتربوا في هذه المزرعة اللي كانت تملكها أمهم فيب عزيز الوجيه أمها وأبوها منفصلين من يوم ما كانت مارغو وأخوانها أطفال وأمهم ربتهم وكبرتهم لحالها وصحيح أن أبوهم شوية نذل مرة نذل مدعا كيف ممكن نحكم عليه تركهم لحالهم من صغرهم ولكنه ظل على تواصل معهم بين فترة وفترة ولما صار عمر مارغو 16 سنة بدأت تشتغل وتساعد أمها في أمور البيت والمزرعة بل إنها اشتغلت كنادلة في أكثر من مكان واشتغلت في تنظيف البيوت بنظام الساعات واشتغلت كمان في سلسلة مطاعم صابوي الشهيرة ياب إحنا نتكلم عن مارغو يا جماعة أي نعم عاشت طفولة قاسية ومتوترة إلى حد كبير ولكنها عرفت تصنع من نفسها شيء بالرغم من كل هذه الظروف وفي العام 2007 ولما صار عمرها 17 سنة انتقلت مارغو إلى مدينة ميلبورن الأسترالية وما انتقلت علشان تتونس ولا علشان تهرب من مزرعة أمها انتقلت علشان تبدأ في تحقيقه والسعي وراء حلمها وهو الدخول إلى عالم التمثيل أما بالنسبة لحياتها الزوجية في إشاعة تقول إنها كانت مع الممثل أليكساندر سكارس جارل لفترة بسيطة وانفصلت عنه وبعدها ارتبطت بلاعب كريكت اسمه هنري إيتكن لفترة بسيطة برضو وانفصلت عنه أما في العام 2016 روبيت زوجت من المخرج والمنتج توم أكيرلي اللي شارك في إنتاج فيلمها سنة 2017 آي تونيا وما زالوا متزوجين إلى الآن وأمورهم زي الفل معلش؟ أنا عارف الحلقة الماضية سكارلت والحلقة هذه مارغو أنا عارف إن كنت مخطط تتعرف عليها بمعجزة ما معرف كيف وكنت ناوي تخطبها على شاطئ رومانسي وقت غروب الشمس وتجلس على ركبتك وتقول لها يا رورو هل تقبلين بي زوجا لكي؟ وتقوم هي تخجل وتبكي وتقول ييس حبيبي أيدو لكن ما له تمر في الحلم يا كابتن ربما في حيات ثانية أما بالنسبة لمسيراتها في التمثيل مثل ما تكلمنا مارغو لما كان عمرها 17 سنة انتقلت إلى مدينة ميلبورن الأسترالية علشان تدرس وتمارس التمثيل ولاحقا وفي خطوة جريئة منها تركت أهلها ومزرعتها وحياتها وطفولتها وذكرياتها وكمان انفصلت عن حبيبها وانتقلت إلى هوليوود خطوة جريئة يا جماعة ومو أي أحد يقدر يسويها بس هذه هي الحياة عندك جرأة بتعيش بتحقق حلمك ما عندكش فليك على روتينك يا روحش لان تموت انت ممتاز وبالفعل بعد هذه الخطوة حصلت على أدوار بسيطة ابتداء من العام 2008 يعني لما كنت صاف ثالثة ثانوي أنا كنت صاف ثالثة ثانوي ومارغو جالسة تحقق حلمها الله مش تعال العجيب يا جماعة ان البنت طلعت بسرعة في هوليوود مقارنة بممثلين وممثلات ثانين ما تدري هو حظ ولا ايش بالضبط ولكن للأمانة صعودة كان سريع وبنشوف الحين مع بعض التسلسل الزمني لتطورها في عالم الأفلام في العام 2009 قدرت تحصل على أول دور بطولي لها وكان في فيلم رعب وإثارة اسمه I.C.U فيلم رخيص اي نعم فيلم زبالة صحيح ولكن دورها هذاك صلط الأضواء عليها وخلاها أحد خيارات المخرجين في المستقبل يعني فيلم سيء بس تمثيلها كان كويس فاهمين بعد هذاك الفيلم شاركت فيه مسلسل أسترالي من نوع دراما ورومانسية اسمه Neibers المسلسل هذا يا جماعة مرة قديم مرة قديم بدأ سنة 1985 وما زال يعرض إلى الآن إلى الآن قاعد يعرض يقطع أم الصملة يا شيخ المصيب أنه مسلسل خربوطة أي كلام بس تضيع وقت يعرض وخلص مدري ليش مستمر صراحة المهم أنها شاركت فيه والتزمت معهم لمدة ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات قالت اقتلوا شخصيتي أبغى أطلع من المسلسل أحد عصابك يا ماركو ايش في أمورنا طيبة يا أبويا أقتلوا شخصيتي أنا أبغى أطلع من ذا المسلسل قالوا لها أوكي تريد تروح يروح الله يسترعليكي بس ما رح نقتل شخصيتي رح نرسلها للجامعة ومتى ما حبيت ترجع تشاركي معنا في المسلسل نحن في انتظارك ومني أمها وهم منتظرين شخصيتها ما زالت في الجامعة فلغت فال أمها في هوليوود نسيتها من أي أي مسلسل من جدكم منتو ترجع وبعدها في العام 2011 وإلى العام 2012 شاركت فيه مسلسل اسمه بان أم وهو مسلسل درامي رومانسي تاريخي عن خطوط طيران بانا الأمريكية وفي العام 2013 شاركت فيه فيلم اسمه الفيلم هذا يا جماعة واحد من الفلام المفضلة الرومانسية طبعا صح أنه ما كان من بطولتها ولكنها شاركت فيه بدور مهم إلى حد كبير والفيلم يحكي قصة رومانسية عن شاب يملك القدرة على السفر عبر الزمن صراحة يعني كان فيلم رومانسي رهيب وتجربة مرة مختلفة بالذات للناس اللي يحبوا الدراما الرومانسية وكمان شوية خيال علمي يعني سفر عبر الزمن ما كان شيء أساسي هو موجود بس أنه ما هو شيء أساسي وفي العام 2013 برضو شاركت في رائعة مارتين سكورسيزي وولف أوف وولت ستريت بجوار الممثلة الكبير ليوناردو دوكابريو شايفين كيف بدأت في 2008 2013 مع مارتين سكورسيزي إيش هذا كيف كذا ولعله هذا الدور هو اللي أخرجها إلى عالم هوليوود أكثر وزاد من شهرتها يمكن لأنها قدمت دور قوي ويمكن لأنها جريئة وما عندها مشكلة في تقديم أي نوع من المشاهد الجريئة وفي معلومة مهمة عن هذا الفيلم يا جماعة ماردو خلينا نقول إنها ما هي معجبة في ليوناردو يعني خلينا نقول كذا وفكرة إنها تمثل معاه كانت بالنسبة لها شي عادي إيش ليوناردو طيب وكي وفي مشهد من المشاهد كان المفروض يكون صياح وأصوات عالية يعني هي وليوناردو يقعدوا يتصايح وكذا لكن الأخت تحمست وضربت ليوناردو كف على وجهه كف على وجهه ما هو موجود في النص ليوناردو دوكابريو قال أفا يذ العلم قام أعطاها كف بالمقابل وارتجل هو الآخر إيش حترتجي للحالك حرتجي لنا تعطيني كف أعطيكي كف البعض يقول إنه ارتجاء لها هذا ما جاء عبث شكلها فعلا تكره ليوناردو ما أحد عارف ليش واللي أثبت هذا الكلام إنها لما كانت تصور مشاهد الويكي ويكي مع ليوناردو كانت تروح تذكر كذا لين تفصل تقول أشرب تاكيلة لين أفصل كذا نصف فصلة وبعدين أروح أصور معه ما أقدر أصور معه ونصاحية الزبدة يا جماعة أنه مدريش فيه بينهم وهذا واحد من أقوى أفلام سكورسيزي الكثيرة ما يحتاج أقول لكم ترشح لخمسة جوائز أوسكر وبعد هذا الفيلم ماركو زاد الطلب عليها ليش ما نعلم يمكن تعرفوا أنت لي المهم وبعدها شاركت فيه كم فيلم بعضها كويس بعضها جيد وبعضها نص نص وفي العام 2014 وصلها عرض للمشاركة في رائعة المخرج أليخاندرو جونزاليز بيردمان ولكنها رفضته لسوء حظها وراحت دور للممثلة أيمستون يا أخي قسم الله بعض الممثلين عليهم شطحات هبلة في أحد يرفض عرض للمخرج أليخاندرو جونزاليز وهذه تقول لك ما يبغى هيا أبلعي وبعدها وفي العام 2015 برضو شاركت في تجربة أداء لفيلم فانتاستيك فور فيلم كلام فاضي صراحة كان وكان مفروض تقدم دور المرأة الخفية أو The Invisible Woman أو Invisible Woman ولكن لسوء حظها راحت دور للمثلة كايت مارا وفي العام 2015 برضو شاركت في فيلم فوكس بجوار الممثل ويل سميث برضو هذا واحد من أشهر أدوارها وهو فيلم جريمة وكوميديا قدمت فيه دور بنت تتعرف على حرامي ونصاب كبير وبعدين يبدأ يعلمها كيف تصير نصابة وحرامية كبيرة زيه وتتطور علاقتهم وتصير أشياء كثيرة الفيلم فكرة تكونت مرة رهيبة ولكن كان يحتاج إلى شوية تركيز في الكتابة ويطلع أم مي ومع هذا ما زال يعتبر الفيلم جيد الأمانة وانصح بمتابعته إذا ما تابعته وفي العام 2016 شاركت في الفيلم المخيب للأمال جدا فيلم بطيخي معرف ليش عملوه تكري تابعته كده على مضض يا الله ما تيخلص من جد هذا من نوع من الأفلام وفي العام 2016 شاركت في واحد من أهم أدوارها في فيلم سوسايد سكواد وقدمت فيه دور هارلي كوين صح أنه الفيلم ما هو قد كده وكان عبارة عن هب فهب يعني إيش هذا يا دي سي ولكنها جسدت شخصية هارلي كوين بشكل ممتاز للأمانة والغريب أنه الدور تم عرضه عليها يعني هي ما راحت قالت أبغى أسوي تجربة أداء لا جو قالوا لها يا ماركو أني بغاك تمثلي دور هارلي كوين ممكن قالت لهم أوكي لاتس دويت وعلشان تتقن دورها بشكل ممتاز اضطرت أنها تتعلم تحبس نفسها لمدة خمس دقائق لتنفيذ مشهد معين وكمان شالت حاجبها اليمين كده زيرو ما نعرف ليش وبالرغم من هذا كله من التفاني اللي قدمته لهذا الدور اعترفت ماركو قالت أنا ما أحب دوري في شخصية هارلي كوين تماما الدور لا يمثلني ولا يشبهني ولكن من باب المهنية أنا مضطرة أني أقدمه بأفضل شكل ممكن ناس ما عندها لعب تمثيل تمثيل وفي العام 2017 شاركت في أحد أهم أدوارها وحصلت على أول ترشيح للأوسكار عنه في فيلم آي تونيا وقدمت فيه دور المتزلجة تونيا وقصة كفاحها والمشاكل اللي واجهتها في مسيرتها فيلم قوي وأداء جدا أسطوري واستحقت الترشيح عنه للأوسكار ولكنها ما فازت بس يا جماعة يعني الترشيح بعد ذات انتصار من جدكم أترشحت للأوسكار فوزت لا بس ترشحت للأوسكار مشي حالها وشاركت في أكثر من فيلم بعدها وفي العام 2019 شاركت في فيلم تارنتينو Once upon a time in Hollywood صح أن الفيلم ما كان يدور حولها وكان مركز على صابع رجولها وكانت بعيدة كل البعد إلى حد كبير عن القصة الأساسية ولكنها كانت لمسة جميلة وقدمت دور جيد في الفيلم وفي نفس السنة 2019 شاركت في فيلم بوم شيل وترشحت عن دورها فيه للأوسكار برضو ويحكي الفيلم قصة حقيقية لمجموعة نساء وعن قصص التحرش اللي حصلت لهم بواسطة رئيس عملهم الفيلم بشكل عام يعني كويس ولكن للأمانة أداء مارغو كان مرة ممتاز واستحقت أنها تترشح للأوسكار عنه بس برضو ما فازت فيها ونرجع نقول ليش الترشح للأوسكار بحد ذاته انتصار وفي بداية العام 2020 شاركت في الفيلم الخاص بشخصية هارلي كوين بيرد اوف بري يعني صراحة مدريش يقول لكم عن الفيلم ولكن كأكشن وكذب كويس تبقى أكشن تبقى كذب مليان ولكن كفيلم كذب جكل عام ما مشي حالك دي سي الله يصلحكم يا دي سي هذه كانت تقريبا أهم الأفلام اللي شاركت فيها مارغو روبي أو على الأقل الأفلام اللي تابعتها لها وأكيد يسعدني أنكم تشاركوني أفلامكم ومفضل لها في التعليقات فإذا في فيلم ما ذكرته أو شيء كتبوه في التعليقات هنا ترى دائما نقرأ التعليقات مرة ولا تشيلوهم ويمكن أهم الأعمال المنتظرة لها أو القادمة لها الجزء الثاني من سويسايد سكواد والقادم في 2021 وبرضو عندها فيلمين بشخصية هارلي كوين بس لسه ما أعلن ومتى بتكون وما نعرف إيش ولكن واحد منها بيكون مع جاريد ليتو بشخصية الجوكر ما في شيء رسمي بس تقالوا كذا أما بالنسبة لثروة مارغو روبي تقدر بحوالي 26 مليون دولار أمريكي والرقم هذا طبعا يعتبر راتب من راتب ليوناردي ديكابريو يأخذه في واحد من أفلامه كذا ببساطة طبعا ولكن لأنها بنت كذا هوليوود وسخين بنت ما فيه أخذي أي راتب أي كلام رجالي شيره يوم جيني كم تبغى بس وطلق إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى الإعجاب لو أعجبك الفيديو طبعا والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول وتعال تابعني على تويتر في حسابي الموجود في الوصف عشان تشارك معنا في التصويت القادم لا تنسى تسوي لايك كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم